اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان هذا العجوز يعد الدمى الخشبية عائلته لانه كان يعيش وحيدا وفي يوم من الايام قام بصناعة دمية خشبية جميلة واسماها بينوكيو تابعوا معنا القصة كان يا مكان في قديم الزمان ولا يحلو الكلام الا بدكر الغفور الرحمن والصلاة والسلام على النبي العدنان كان هناك ذات يوم نجار عجوز وكان العجوز يعمل في صناعة الدمى الخشبية ولانه كان وحيدا كان يعتبر تلك الدمى هي عائلته وقد قام بتصنيع دمية خشبية واعتبرها ابنه وأسماها بينوكيو وكان النجار العجوز يعتني به ويتمنى من كل قلبه أن يصبح طفلا حقيقي وفي يوم من الايام ذهب النجار العجوز للنوم وترك الدمية بينوكيو في الفراش المخصص لها وحين استيقظ في الصباح وجد بينوكيو يتحرك كما لو كان طفلا حقيقي فرح النجار العجوز كثيرا لأن الله استجاب دعاءه وأخذ يعلم بينوكيو كل شيء وقد رأى أن بينوكيو يحب أن يذهب إلى المدرسة ليتعلم مثل باقي الأطفال وكان بينوكيو يذهب كل يوم إلى المدرسة مع الأطفال وفي يوم من الايام وجد عربة السرك تقف في الطريق وكانت تقدم عروضا بالدمى الخشبية فأعجب بالعرض وصعد على خشبة المسرح وأخذ يرقص ويغني فأعجب الناس به كثيرا وأخذوا يصفقون وتجمع كثير من الناس حوله فرح صاحب السرك وأعطى لبينوكيو خمسة جنيهات دهبية وطلب منه أن يعمل معه لكنه رفض وقرر العودة للمنزل وبينما هو عائد إلى المنزل تتبعه قط وتعلب محتالين وأراد أن يستولي على القطع الدهبية التي بحوزته فقام بربطه في شجرة وسرق نقوده وهربا ظل بينوكيو يصرخ ويطلب المساعدة فلم يسمعه أحد كانت هناك جنية طيبة تعيش بين الأشجار فسمعت صراخ بينوكيو فذهبت لتساعده وسألته ما أتى به إلى هناك فأخبرها أن والده مريض وأنه اضطر أن يعمل ليساعده وجد بينوكيو أنفه الخشبية تكبر وتتمدد فخاف ونظر إلى الجنية فأخبرته أن هذا يحدث لأنه يكذب وستستمر أنفه تكبر إذا استمر في قول الأكاديب شعر بينوكيو بالخجل واعتذر للجنية ووعدها أن لا يقول غير الحقيقة فأخبرته أنه إذا توقف عن الكذب وأصبح صالحا فسوف تحوله إلى ولد حقيقي ترك بينوكيو الجنية وقرر الذهاب إلى البيت وعزم على أن يصبح ولدا صالحا حتى يصبح ولدا حقيقي وبينما هو ذاهب إلى البيت وجد ساحرا ينادي على الأطفال ويطلب منهم أن يركبوا معه السفينة إلى أرض الألعاب فرح بينوكيو وركب السفينة ولم يذهب إلى البيت وبعد أن تحركت السفينة وجد بينوكيو الساحر يقوم بأعمال غريبة وأنه يحول الأطفال إلى حمير حتى يستطيع بيعهم خفت بينوكيو بشدة ولما رأاه الساحر قفز في البحر سريعا وفي البحر أخذ يسبح ويسارع الأمواج حتى مر حوت فابتلعه وفي بطن الحوت تفاجأ بينوكيو حيث وجد والده النجار العجوز في بطن الحوت هو وقاربة فعندما خرج بينوكيو من البيت شعر النجار بالحزن والقلق وخرج يبحث عنه فلم يجد فأخذ قاربه وأبحر لعله يجد بينوكيو وبينما هو في البحر ابتلعه الحوت شعر بينوكيو بالنظم لأنه السبب فيما حدث لوالده ولكنه فكر في خطة للخروج من بطن الحوت فقد وجد شمعة مع والده فطلب من والده أن يجدف حتى يصل إلى أنف الحوت وأشعل بينوكيو الشمعة وقربها من أنف الحوت حتى أدخل الدخان بها فعطس الحوت بقوة وخرج من بطنه وجدف بقوة حتى ابتعد عن الحوت عاد بينوكيو مع والده إلى المنزل ووعده أن يصبح ولدا صالحا وبالفعل أصبح صالحا وفي يوم من الأيام جاءته الجنية الطيبة وأخبرته أنها كانت تراقبه وأنه يستحق أن يصبح ولدا حقيقي وأشارت إليه بعصاها السحرية فتحول ولدا حقيقيا وفرح هو ووالده كثيرا وشكر الجنية وعاش معا في سعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر